الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين فاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين الدين هو أغلى ما يملكه الإنسان وشيء عظيم كهذا لابد له من دليل وبرهان وبرهان الدين هو معاملة الإنسان بعض الناس يعيشون معيشة عزالية ما بين العبادة وما بين المعاملة في الصلاة هم في الصفوف الأولى في الزكاة تراهم ينفقون في الصيام من أول الصائمين لكن في المعاملات الأمر من أصعب ما يكون وهذا دليل على ضعف الإيمان ودليل على البعد من الرحمن قال تبارك وتعالى في شأن الصلاة وأقم الصلاة لماذا؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر معاملات هذا هو برهان الصلاة ودليل قبول الصلاة امرأة تذكر أمام النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة صيامها وقيامها وزكاتها وصلاتها لكنها تفعل شيئا بسيطا تؤذي جيرانها بلسانها قال هي في النار ما فائدة العبادات إذا لم تؤثر في المعاملات وعلى الجانب الآخر تذكر امرأة هي أقل بالنسبة لتلك المرأة في الصلاة وفي الصدقة وفي الصوم تؤدي الفرائد وتؤدي من النوافل على قدر استطاعتها لكنها لا تؤذي جيرانها هي من أهل الإحسان قال هي في الجنة ولذلك يقول سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدها كمال الإيمان متوقف على معاملة الإنسان قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره معاملة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه معاملة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت معاملة بل في أحد الأيام يقسم النبي صلى الله عليه وسلم قصما مغلظا حيث يقول والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن فقيل له من هو يا رسول الله قال من لا يأمن جاره بوائقه قيل وما بوائقه يا رسول الله قال اي شره هذا الذي عزل وجعل المعاملة في جانب والعبادة في جانب ليعلم أنه على خطر عظيم هذا الذي يصلي وتراه يغش المسلمين وغيرهم فليحضر قال صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا الامام الأعظم أبو حنيفة النعمان في أحد الأيام وهو تاجر للأقمشة أتاه ثوب معيب فيه عيب فبين للغلام أن به عيب ولا يبيعه إلا بعد أن يبين عيبه ويقدر على قدر عيبه بثمن وأتى رجل وفي أثناء البيع والشراء وهذا ينظر وهذا يشتري أتى رجل وهو يهودي فأعجبه الثوب فاشتراه بثلاثة آلاف درهم مبلغ عظيم ولم يعلم ما عيبه فأتى الإمام أبو حنيفة ليسأل غلامه عن الثوب قال بعته بثلاثة آلاف درهم قال هل أعلمته عيبه؟ قال لا فإذا بالإمام يهرول ليبحث عن هذا الرجل حتى وصل إليه قال خذ مالك وأتني خذ مالك وأعطني ثوبي قال لماذا؟ قال به عيب كذا وكذا وكذا قال لماذا تفعل هذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس منا قال اليهودي هكذا لهذه الدرجة؟ قال نعم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هكذا تكون معاملة الإنسان هي خير سفير للإسلام تدل على قوة الإيمان أو على ضعفه ولذلك الدين المعاملة أسأل الله العظيم أن يصلح أحوالنا وصل اللهم وسلم وارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمع